نعم السيدة ممكة تتفضل السلام عليكم وعليكم السلام راح طلب بركات وتفضلي اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك انا اول مرة بس اتكلم على التليفون فمتوترها شوية خالص ازاي الفل ترضلي بص حضرتك انا متجاوزها بقلي ثلاث سنين كده طيب فانا حماتي على طول بتضيقني عمرها عمرها مجورت بخطري نعم وانا والله العصيمة بدايقة طيب وبالعكس انا مش بعايزة زعلها بس هي بتاعة تبايقني وعمرها يعني حضرتك ممكن تجيب اي حاجة وتخبيها مني عشان خاطر تنزيها لعيالها انا عادي مش فارق معايا طيب بس هي انا بقى غصبا عني بدايق طيب انت سنك كم سنة انا خمسة وعشرية طيب انت سكنة فيت عيالة اهلا بص انقلت في الشقة دي بس هم جم ورايا يعني جم جد قعدت في الشقة اللي فوق مني وحماية جيق بتحبك يا زيت هي انا بحضبها والله بس هي بتاعة تباية طيب ويا كمان بتحبك طيب ليه طيب ليهت مش هي بتاعة ما جايز اقولك حاجة مش جايز لو مشتيها ان هي حاجة من قبيل الخصوصية يعني هي مش عايز ده حد في ناس كده تعلمت من زمان ان الاكل دوت عورة وان الحاجات دي عورة لا لا هي بس يا حضرتك بتاعة تشتمي اه لا كده انت دينا في الغلط بتغير على ابنها جدا مني مع اني والله العظيم ما بعمل حاجة تخليها تتضايق ولا طيب طيب اقولك حاجة هي بتغير على ابنها منك يعني ايه هي طبعا هي كانت موافعة على جوازك صح ايو دا هي اللي مختاراني اصلا ليه طيب بديع قوي يبقى في حاجة هنا غلط في حاجة حصلت غلط ايه بقى ان هي حست ان انت عايزة تستقلي عنها فهي خافت ان هي ممكن والابن لقد ممكن يكون هو الكبير او ممكن يكون هو الاقرب اليها او ممكن يكون دا تعايل اي سبب من الاسباب او هو المقرب اليها فحست ان هي يعنيها تبقى وحيدة فإن اللي حاصل فانت حاول تحسسيها ان انت ابدا ابدا مش هتتدخلي في العلاقة بينه وبينها حسسيها دايما ان انت بتدعمي علاقته علاقته بامه وعلى فكرة انا دايما بقول للناس في العلاقات الزوجية ان مسألة بسيطة خالص ايه هي المسألة ان اقرب طريق لقلب جزك اهله فكل ما انت هتدعمي العلاقة بينه وبين والدته كل ما هو يحبك اكتر انت بتقولي طب انا اعمل ايه في الوجع اللي بيحصل لي لان هي بتشتمني وبتضيقني المسألة بسيطة خالص حاول بقدر الامكان ان انت تتجنبي مواطن الاحتكاك وتحاول بقدر الامكان تخلي حياتك انت وزوجك متجددة تعمله انشطة جديدة وتخلي زوجك دايما حاسس بالسعادة معاك داعي يخفف عنك ويخفف عنه لما هتعملي كده الحياة ان شاء الله هتتحسن انه هتبقى احسن فيا سادة انت ممكن تعملي كده وتحسي بهذا الابتكار والنهاردة كنا بنتكلم عن الابتكار فلو عملت ده هيكون احسن لك وهايكون دوت كمان اشرح لصدرك وهايكون كمان ابرأ لقلبك من كل السواد اللي ممكن يحصل من العلاقة السلبية بينك وبين حماتك حماتك اشتركوا في القناة